اشتركوا في القناة 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 نضيف ملحة نضيف ملحة نضيف ملحة رiziert نضيف ملحة نضيف ملحة نضيف ملحة لمشاطة والله لمشات لي مهم انا غادي صوبها انك تعجبني بلاك خين فخش هنا يفهد هنا يا كين لي كيزيد بلست الجبن المحكوك كين لي كيزيد البنات هذا كيزيد مع القاديل كيزيد مع القاديل الطحين او لا كيزيدو مع القاديل الطحين ديل الدرا يعني الميز الطحين ديل الميز السافي البنات هنا يا اه خليتها عقادة مزيان اه باش من ديرها على العجين ديالي ما تسيخش هنا في العمارة عندي فلفلة حمراء عندي خطراء مهم اي حاجة بغيتو كنقطعوه بحلاك رقيقة عندي هاداك الكخوفات اللي قطعت هدا عندي الفروماج ديال شيدر انا ما كنديرش الاغلبية الفروماج حمر كان دي الموزاريلا هي اللي كنقطر وشيدر كيعجبني فيها بزاف وعندي هنا الطون وعندي اه ها غادي نستعمل فقط لابنات هاد اه آآ لاسوس ديال سوليس هي هل غادي انترتهي لابنات راكات يزوينو مهم ما كانش عندي الوقت باش عاد مقاد معا كنت خرجت ورجعت عاد ما كانش عندي الوقت باش نصابو بلاسوس مهم رايا غادي انقطع هنا الورق ديال الطبخ غادي نرش عليه واحد شوية ذيت زيتون وشوية ديال فينو وغادي ناخد العجين ديالي اللي غادي يجب عليك عجين عجين مرتفع هذا هو السير بيزا يجب عليك يجب عليك العجين العجين مده طويلة و الموزاريلا هذا هو مجوش كثيرا سوف تقرس سوف ندير الزيت و ندير الزيت و نخرج الزيت و هنا نخرج بره و ندير الزيت ندير الزيت لكي تشاهدون بيزا عجينة قصحة مرملة هذه البنات لا تشبعيش و لا تقرس ندير الزيت لا تقرس و نحن نضرب 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 و نضرب هذا يجب، ذلك نضرب من الدخل و نضرب من الداخل و نضرب و نضرب قليلا و لنضرب تقوم بتفضل قليل فرشيت ثم نضيف مللجة نضيف مللجة نضيف مللجة نضيف الموزاريلا انا هنا استعملت موزاريلا ديال بريزيدون انتو ما استعملوا اي موزاريلا كينا البنات الموزاريلا ديال هذه البنات مهم كانت عندي يعني هي طلعة شوية في تمان البنات اللي بغيتوا موزاريلا زوينا دابع نوريها لكم موهمة رسميتها بوك اخدوها من من اسواق السلام كتكون عندهم موجودة وحتى مرجان اسيمة القديمة يعني مرجان ماركت ولا ماركت مرجان تهو ما عندهم اسميتها مهم ديال بوك قلها عطاني ديال بوك رحكا تجي كتجبت هذه البنات رحكا مكتجبتش بزاف ولكن هادي ما فيهاش الملحة نهائيا ديال بريزيدون ما عنديش فيها الملحة سوف نضيف قطع الفلفل في البيتزا سوف نضيف قطع الفلفل في البيتزا سوف نضيف طون سوف نضيف قطع الفلفل في البيتزا سوف نضيف قطع الفلفل في البيتزا سوف نضيف القطع الفلفل لزيتون سوف نضيف المزيد سوف نضيف ورق سوف نضيف المزيد أن نضيف الأن نضيف البطاقة ورق الطيب بزيد العود وشوية الفينو سوف نتكهم جيدا كما هذيك اللولة وسوف ندير دبها هذيك الخلطة ديالي اللي بنات هنا في هاد المرحلة اللي انا حكيت فيها الفرماج إلا بغيتوا ما تحكوش ما تحكوش يعني عوض ما تديروا الفرماج كاللي كيدير معي القاديل الطحين كاللي كيدير معي القاديل كما قلت لكم دقيق ديال الدراء أو لا نشا حتى هو كيجي مزيان غيبا شتقال سوف نسرحها كامل داخل وكما قلنا منوص الجوانب ديالنا نخليهم نحاولو نخليهم نقيين منوصخوهم شبلاسوس سواء كانت حمراء أو لا كانت بيضاء يعني نخليهم غي هكذا وغادي ندير تداب الفرماج يعني نكونوا سخين كما قلنا شوية في الفرماج بش تجينا البيتزا زوينه دائما على البنات الفرماج كنديرو هو اللوول يعني ما كنديروش الفرماج مثلا كنا نديرو الكفتة أو لا الحوت أو لا هذا أو للجاج أو لا قطع ديال الجاج ولا ما نديروش البنات الفرماج دال الخرب ما كيجيش هدك شي لدرنا بعين وكدجينا البيتزا من المنظر ديالها ما كيجيش زوين بززاف يعني نديرو الفرماج هو اللوول قاعد نديرو العمارة هي الخرق سافي هنا غادي ندير هدوك قطع ديال الفلفلة وما يمكنك ما تكتروش بزافتها الفلفلة وندير هنا الكروفيت ديالي وصافي هاد شي البنات اللي كاين وهدوك الجوانيب البنات اللي خلينهم مغلاد ندير كندهنهم بزيت الزيتون او لزيت العود وهذا هو المنظر اللي بنات شوفوا يعني من ما كنوصخوش هدوك الجوانيب كتجي البزا ديالنا نقية وكتجي زوينة هنا صف اللي بنات من بعد ما جبتها من الفران هنا غادي نوريكم العجين شوفوا لبنات العجين لأطراف ديالو كده يرين يعني كيجي العجين هكذا بومبي يعني كتطيع ليه وكيبدا كيطلع معاك ما كيبقاش هكا عجينة هنا لبنات في هدو المرحلة عاد غادي ندير انا هذا ندير يا ربي عرفتوا راها واجعني راسي لذا كنتلف ندير وزعتر لبنات هنا خرجت البيتزا ونسيت على الفران لبنات الفران ضروري خاص يكون سخون على الاقل 21 دقيقة نشعلوه التحت والفوق يكون سخون بزف بزف من دخلوا البيتزا ديالنا يكون سخون بزف هادي تهيئة مهمة بزف بزف في الطياب ديال البيتزا نشعلو عليهم من التحت والفوق وهذا الصينية اللي نكونوا دايرين فيها البيتزا نهبطوها هي لتحت قاعي يعني تكون قريبا للنار اللي تحت وكما قلنا نشعلو لتحت والفوق ونخليوها الطيب ما تفوت شها البنات 15 دقيقة 14 دقيقة ما تفوتهاش في الفران باش تجيي البيتزا ما قصحاش ودي كما شفتوا البنات را هكا جيزوينة بزف هنتو ما شفو شكل ديالها هادي اللي بلاك خين فخيش صراحة هادي را ما تشبعوش من هالبنات نهائيا كدجي كتحمق والديدة بزف بزف ما تلقاوها جتا فليسناك ولو ما تلقاوها فليسناك غي جربوها البنات ومهم جربوها وانتو ما قولو اللي في لي كومنتار كي جاتكم وهادي البنات عاود هادي ديال لاصوس اللي صيبتوا معكم بسوليست هي كجيزوينة مهم كما قلتكم شوفوا لاجينة راو خاك توركي عليها كتطلع معاك ما كتبقاش هاك تاكم كين شي ببيتزا كتاكوليها كتلقيها مرملة او لكتلقي لاجين ديالها مدقص هادي راكا جيزوينة وسيل فى لبنات كان هدا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى انه يكون عجبكم وانتمنى لبنات تشاركوا مع الاصدقاء والاحباب ديالكم وتخليوا لي تعليق ديالكم زوينين وشنو غادي نقول لكم هادي شي لكين وبصحة والراحة